الأفت شاركة ضد الكينغال في هذه الحلقة من ندي قتال بيت الكلاب العربي سنعرض لكم أيهما سيناسبكم أكثر القوقازي أم الكينغال تعتبر سلالة القوقازي سلالة عمل بدأ عملها في روسيا وكانت تحرس قطيع الماشية من الذئاب فمن حجمها الضخم يأتي الكثير من القوى مما يجعلها الحامل أفضل على الإطلاق أما الكينغال فهي سلالة طورت في تركيا لحراسة القطيع فهي تمتلك كل الاحتياجات التي تجعل منها كلبا فتاكا وشديد القوى لنبدأ المقارنة المظهر كلاهما ذو مظهر جميل ويعتبر مرعبا للجميع بسبب ضخامة حجمها القوقازي كلاب حجمها كبير وتمتلك جسدا قويا وعضلات مجدودة وقوية وتمتلك أيضا فرو كثيف يجعل منها شبهة الدب أما الكينغال كلاب حجمها كبير وطويلة جدا ذو مظهر مخيف وعضلات قوية وفك فتاك كما أن رقبته مليئة بالعضلات أما شكل فروه وتناسق ألوانه يجعل منه كلبا جميلا حقا لمحبيه دورة الحياة يعيش القوقازي بين 10 إلى 12 سنة أما الكينغال يعيش ما بين 10 إلى 13 سنة قوة العضة تبلغ حضة القوقازي 300 كيلو لكل إنش أما الكينغال فيمكنه الضغط بقوة 337 كيلو لكل إنش نظافتها والعناية بفروها يعتبر فرو القوقازي كثيفا جدا لذلك يحتاج إلى التمشيط أربع مرات أسبوعيا ويعتبر تحميمها صعب جدا بسبب حجمها لذلك تأكد من توفير الكثير من الوقت للعناية به أما الكينغال فتعتبر العناية به أسهل من الأوفتشاركا لكن حجمها الكبير يعتبر تحدي فروها قصير لكنه كثيف جدا لذلك يحتاج إلى تمشيط مرتين أسبوعيا أسعارها تبدأ أسعار استيراد القوقازي من 1500 دولار فما فوق أما الكينغال يبدأ من 1400 دولار فما فوق كل حسب مستوى ولا تنسوا أن وزنهم ثقيل لذلك قد تكون تكلفة الشحن كبيرة بسبب حجمهم ووزنهم تعتبر كلاب القوقازي كلاب ذكية لكنها لا تحتاج للتدريب لتكون كلاب حراسة القطيع فهي ملقبة بقاتل الذئاب الكنغال الذي يفوق ذكاء القوقازي بقليل تدريبه أسهل من القوقازي لكن يجب بدء التدريب في سن مبكرة وإلا سيصبح تدريبهم تحدي صعب فأجسامها قوية جدا ولا يمكنك جعلها تفعل الأمر بالقوة مستوى الطاقة طاقتهما تعتبر متوسطة لكنها تحتاج إلى أماكن كبيرة وواسعة بسبب حجمها كما أنها تحتاج إلى الكثير من المشي وإلا قد تبدأ المشاكل بالظهور في المفاصل في وقت مباكر الأطباع كلاب القوقازي كلاب شريسة جدا لا تحب الغربة ولا تحب التعدي على منطقتها من قبل الحيوانات أو البشر إلى أنها كلاب تحب صاحبها جدا وتدافع عنه حتى الممات لكنها تتسم بالعند لذلك يجب العمل على تقليله وتدريبها بشكل يومي ولا ننسى بأن القوقازي قاتل الذئب مما يعني أن أي شيء يهاجم هذا الكلب سيموت لا محالة أما الكينغال فهي كلاب شريسة ويجب تدريبها على التقليل منه تحب صاحبها بشدة ولا تحب أن يقترب منه أي أحد غيرها أطباعها أهدأ من القوقازي لكن ذلك لا يعني أنها هادئة تماما إنها هادئة إلى حد ما فقط كلاهما كلاب نظيفة ولا تحب الاتساخ ويمكن تدريبها بشكل سهل لأنها كلاب ذكية إلى أنه في بعض الحالات قد تواجه مشكلة في عدم فهم المطلوب وهذا يحتاج القليل من الوقت ليفهم ويتعلم ذلك قارن بينهم بما يناسبك ويناسب ظروفك وقم بسؤال مدرب أو شخص خبير ليساعدك على الاختيار وأخبرنا من أفضل برأيك بالتعليقات ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر